السلام عليكم أصدقائي سنتعلم اليوم مع بعض كتابة الحروف العربية هيا لنبدأ على بركة الله نبدأ بحرف الألف يعتبر حرف الألف أول الحروف العربية أسد يبدأ بحرف الألف في البداية أقوم برسم عصاء من أعلى لأسفل ثم أرسم فوقه الهمزة هيا نعيد كتابة الحرف في البداية أقوم برسم عصاء من أعلى لأسفل ثم أرسم فوقه الهمزة الآن حرف الباء بطة تبدأ بحرف الباء أرسم صحنا واسعا وليس هميقا ثم أضع تحته نقطة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم صحنا واسعا وليس هميقا ثم أضع تحته نقطة الآن حرف التاء تمساح يبدأ بحرف التاء مثل حرف الباء أرسم صحنا واسعا وليس عميقا هذا الحرف يكون جائعا أكثر من حرف الباء فهو لا يكتفي بنقطة واحدة هذا الحرف يحب الطعام ولذلك سأضع بداخله نقطتين متجاورتين هيا نعيد كتابة الحرف أرسم صحنا واسعا وليس عميقا فسأضع بداخله نقطتين متجاورتين الآن حرف الثاء تعلم يبدأ بحرف الثاء مثل حرف الباء والتاء أرسم صحنا واسعا وليس عميقا هذا الحرف أكثر جوعا من حرف التاء لهذا سأضع بداخله ثلاث نقاط شهية طيبة يا حرف الثاء هيا نعيد كتابة الحرف أرسم صحنا واسعا وليس عميقا فسأضع بداخله ثلاث نقاط الآن حرف الجيم جمل يبدأ بحرف الجيم أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة بحيث يتصل أحد طرفيها بالجهة اليمنى من الخط وأضع نقطة في بطنه هيا نعيد كتابة الحرف أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة وأضع نقطة في بطنه الآن حرف الحاء حسان يبدأ بحرف الحاء مثل حرف الجيم أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة لكن لا أضع نقطة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة الآن حرف الخاء خروف يبدأ بحرف الخاء مثل حرف الجيم والحاء أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة الآن حرف الدال دجاجة تبدأ بحرف الدال أرسم خطا مائلا ثم ألسق به خطا قصيرا هيا نعيد كتابة الحرف أرسم خطا مائلا ثم ألسق به خطا قصيرا الآن حرف الدال ذئ يبدأ بحرف الدال حرف الدال يشبه حرف الدال لهذا سأرسم خطا مائلا ثم ألسق به خطا قصيرا ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم خطا مائلا ثم ألسق به خطا قصيرا ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة الآن حرف الراء رجل يبدأ بحرف الراء حرف الراء عبارة عن خط منحني إنه يشبه الزحلقة كم أحب التزحلق يا أصدقائي هيا نعيد كتابة الحرف أرسم الزحلقة الآن حرف الزاي زرافة تبدأ بحرف الزاي حرف الزاي يشبه حرف الراء أرسم الزحلقة وأضع فوق رأسها نقطة واحدة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم الزحلقة وأضع فوق رأسها نقطة واحدة الآن حرف السين سمكة تبدأ بحرف السين سأرسم الزحنين صغيرين وبجوارهما صحن كبير وعميق هيا نعيد كتابة الحرف سأرسم الزحنين صغيرين وبجوارهما صحن كبير وعميق الآن حرف الشين شمس تبدأ بحرف الشين مثل حرف السين أرسم صحنين صغيرين وبجوارهما صحن كبير لكن هذا الحرف يحب الطعام كثير أضع فوقه ثلاث نقاط هيا نعيد كتابة الحرف أرسم صحنين صغيرين وبجوارهما صحن كبير أضع فوقه ثلاث نقاط الآن حرف الصد سوص يبدأ بحرف الصد أرسم شكلا بيضاويا وبجواره سحن كبير وعميق هيا نعيد كتابة الحرف أرسم شكلا بيضاويا وبجواره سحن كبير وعميق الآن حرف الضاد ضفدع يبدأ بحرف الضاد مثل حرف الصد أرسم شكلا بيضاويا وبجواره سحن كبير وعميق وبما أنه يحب الأكل أضع فوق رأسه نقطة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم شكلا بيضاويا وبجواره سحن كبير وعميق أضع فوق رأسه نقطة الآن حرف الطاء طائرة تبدأ بحرف الطاء أرسم شكلا بيضاويا أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه هيا نعيد كتابة الحرف أرسم شكلا بيضاويا أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه الآن حرف الض ظرف يبدأ بحرف الض حرف الض يشبه حرف الطاء أرسم شكلا بيضاويا أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه وأضيف له نقطة فوقه هيا نعيد كتابة الحرف أرسم شكلا بيضاويا أغلق الشكل البيضاوي بخط وأرسم له عصا فوقه وأضيف له نقطة فوقه الآن حرف العين أصفور يبدأ بحرف العين أرسم نصف دائرة صغيرة وأسفلها نصف دائرة كبيرة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم نصف دائرة صغيرة وأسفلها نصف دائرة كبيرة الآن حرف الغين غيوم تبدأ بحرف الغين حرف الغين يشبه حرف العين أرسم نصف دائرة صغيرة وأسفلها نصف دائرة كبيرة وأضع فوقه نقطة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم نصف دائرة صغيرة وأسفلها نصف دائرة كبيرة وأضع فوقه نقطة الآن حرف الفاء فراشة تبدأ بحرف الفاء أقوم برسم دائرة صغيرة وألتقها بصحن واسع ولكنه ليس عميقا وأضع فوقه نقطة واحدة هيا نعيد كتابة الحرف أقوم برسم دائرة صغيرة وألتقها بصحن واسع ولكنه ليس عميقا وأضع فوقه نقطة واحدة الآن حرف القاف قط يبدأ بحرف القاف يجب أن تنتبه أصدقائي وحرف القاف لا يشبه كثيرا حرف الفاء أرسم دائرة صغيرة وألتقها بصحن واسع ولكنه عميق وأضع فوقه نقطتين هيا نعيد كتابة الحرف أرسم دائرة صغيرة وألتقها بصحن واسع ولكنه عميق وأضع فوقه نقطتين الآن حرف القاف كلب يبدأ بحرف القاف أرسم هذا الشكل وأرسم بداخله هذا الشكل الصغير هذا الشكل يشبه نوعا ما الكاف في بداية الكلمة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم هذا الشكل وأرسم بداخله هذا الشكل الصغير الآن حرف اللام لعبة تبدأ بحرف اللام أرسم هذا الشكل إنه يشبه المغرفة لأن له يدا طويلة وصحنا صغير أليس كذلك؟ هيا نعيد كتابة الحرف أرسم هذا الشكل إنه يشبه المغرفة الآن حرف الميم موز يبدأ بحرف الميم أرسم نصف دائرة صغيرة وأربط معها شريطة ننزلها للأسفر هيا نعيد كتابة الحرف أرسم نصف دائرة صغيرة وأربط معها شريطة ننزلها للأسفر الآن حرف النون نحن تبدأ بحرف النون أرسم صحنا عميقا ثم أضع فوقه نقطة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم صحنا عميقا ثم أضع فوقه نقطة الآن حرف اله هلال يبدأ بحرف اله أرسم هذا الشكل هيا نعيد كتابة الحرف أرسم هذا الشكل الآن حرف الواو وسادة تبدأ بحرف الواو أرسم دائرة صغيرة وأربط معها زحلق هيا نعيد كتابة الحرف أرسم دائرة صغيرة وأربط معها زحلق الآن حرف الياء يد تبدأ بحرف الياء أرسم نصف دائرة وأربط معها صحنا كبير وواسع ثم أضع تحته نقطتين متجاورتين هيا نعيد كتابة الحرف أرسم نصف دائرة وأربط معها صحنا كبير وواسع ثم أضع تحته نقطتين متجاورتين هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل اشتركوا في القناة